السلام عليكم كيف الحال يا شباب في البداية تكون الله صلى عن النبي اللهم صلى وسلم عليك يا نبي زي ما عودتكم كل اتنين بنزل لكم اخبار الاسبوع اليوم مقطعنا عن اخبار الاسبوع من فورتنايت جايب لكم اخر الاخبار فقبل ما نبدأ المقطع اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الاتم شب اكس تو اكس تو وهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك خلينا نبدأ بالاخبار طيب في الخبر الاول عندنا يوم التلتاء 30 مايو الساعة 4 مساء تحديث المحتوى تحديث المحتوى هذا تحديث يصير داخل ملفات اللعبة تصدر بعض الاشياء الجديدة في اللعبة تلقائيا يعني هذا التحديث احنا ما لندخل فيه نهائيا تمام بعد كده عندنا يوم التلتاء 30 مايو الساعة 4 مساء تحديات الاختبارات الجزء الاخير اللي يبغى الاجزاء السابقة انا احط لكم روابط اصفل الفيديو اللي محتاج لفل ومحتاج اكس بي عالي يحاول يسوي هذه التحديات هذه التحديات تعطيكم لفل مرة عالي فاذا نزلت ان شاء الله الجزء الاخير هسوي لكم شرح للتحديات ونزلها في قناتي نفس نظام كل مرة بعد كده عندنا يوم التلتاء 30 مايو الساعة 4 مساء ستغادر تحديات رالي للاصدقاء هذه التحديات فيها جوائز مجانية خلنا اوضح لكم اياها هذه هي عندنا لون واكس وحقيبة الظهر وايموجي انا سويت شرح للتحديات هذه وحط لكم الرابط اصفل الفيديو اللي يبغى يسويها يحاول يسويها عندكم تقريبا 24 ساعة انكم تسويوا التحديات انا فيه نقطة مهمة وضحتها على موضوع تحديات رالي للاصدقاء جميع جوائز رالي للاصدقاء بعض الاحيان تصدر في خزم ثانية وتسوي لنا تخفيض لبعض الحزم يعني ما اصلا عندك الاكس هذا الاكس سعره تمومية في بوكس في الايام المقبلة هتظهر حزمة هيكون فيها هذا الاكس فبما تيجي تاخد الحزمة هيكون عندك تخفيض تقريبا تمومية في بوكس من الاكس هذا اللي انت اخدته عن طريق رالي للاصدقاء فجوائز رالي للاصدقاء تفيدنا كثير فاللي ما سوى التحديات يحاول يلحق انه يسويها بعد كده عندنا يوم التلوتا 30 مايو الساعة 4 مسان تحديات هذا الموسم الاسبوع الثاني عشر والاخير ان شاء الله سوي لكم شرح للتحديات وانزلها في قناتي نفس نظام كل مرة بعد كده عندنا يوم الخميس 1 يونيو ستتوفر حزمة الطاقم لشهر يونيو في مجر العناصر انا سويت عرض كامل للحزمة وحط لكم الرابط اسفل الفيديو واتكلمت على بعض الاشياء المهمة شوفوا المقطع حيفيدكم مرة كثير بعد كده عندنا يوم الجمعة 2 يونيو الساعة 4 مسان يبدأ الشحن الزائد وينتهي في 8 يونيو يعني تقريبا عندنا 6 ايام ايش هو الشحن الزائد؟ هذا اكس بي عالي يعني مثلا انت تفك الصندوق تاخد 400 في بوكس مع الشحن الزائد تاخد 800 في بوكس اما تقتل الاعداء بتاخد 1000 في بوكس بدل ما تاخد 1000 في بوكس هيعطوك 2000 في بوكس يعني هذا هو الشحن الزائد فالاشخاص اللي ما لفلوهم محتاجين لفل هذا الشي مرة حيفيدهم كثير لكن عشان يكون مفعل معاك الشحن الزائد عندك من 2 يونيو الى 6 يونيو حاول انك تدخل في اللعبة مجرد انك تسوي تزيل الدخول في اللعبة في هذه الايام يسوي تقدر تاخد الشحن الزائد فهمتو كيف؟ فاللي بنلفل يحاول يلفل هذا الشي حيفيده مرة كثير بعد كده عندنا يوم الجمعة 2 يونيو ستتوفر اسكنات ابطال الاكاديمية في مجر العناصر هذه الاسكنات انا سويت عرض كامل لها وحط لكم الروابط اصفل الفيديو اللي بيشوف العرض قبل ما اشتري الاسكنات وفي نقطة مهمة بوضح لكم اياها اذا انت شفت المقطع هتلاقي اسعار موجودة على الاسكنات الاسعار هذه غير صحيحة هذه الاسعار تظهر معانا اما تخرج اشياء من ملفات اللعبة اما تتسرب اشياء يكون بعض الحين مكتوب عليها صفر في بوكس او مليون في بوكس فالاسعار غير حقيقية فاذا انت شفت الاسكنات شوفوها لكن هتنزل في اثنين يونيو وحيبين معانا الاسعار الصحيحة طيب هذي كانت جميع اخبار الاسبوع حطوا ببالكم حاجة واحدة دائما اما نزل مقطع الاخبار بعض الاحيان بعد ساعة او ساعتين تظهر اخبار جديدة او انفك التشفير عن بعض الاشياء وتنزل تسريبات جديدة فاذا ظهرت معايا تسريبات او اخبار جديدة حنزلها في المنتدى واذا ظهرت اخبار كثيرة حسوي لها مقطع خاص لوحدة كده وصلنا النهاية مقطعنا اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب اكس تو واهم شي لا تنسوا تدعم المقطع بلايك وان شاء الله نتقابل المقطع اخر وفامان الله اشترك في القناة